إن الديمقراطية هي أفضل نظام للمجتمعات التعددية غير المتجانسة وفي تركيا ومصر أطياف متعددة من مسلمين ومسيحيين وأحيانا ملحدون وربوبيون أيضا لذا أعتقد أنه ينبغي تبني إدارة تراعي السمة العامة للمجتمع ولا تتسبب بأي ضرر لأي أحد من أفراده إن فرض المعتقدات والتصورات التي يتبناها أنصار الإسلام السياسي على المجتمعات التعددية من شأنه أن يخلق اضطرابات ويحدث نزاعات في هذه المجتمعات وهو ما يحدث حاليا في تركيا بالفعل وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانوا يفعلون ذلك عمدا لاستثمار نتائجه لصالحهم أم أن ذلك يحدث نتيجة لأخطائهم التي يرتكبونها إنهم لا دراية لهم بالسياسة صحيح أنهم قدموا بعض الأمور التي تخدم قضايا المسلمين لكنهم غلفوها بالشعارات الإسلامية واستخدموها بضاعة رخيصة لضمان بقائهم في السلطة ولإضفاء الشرعية على فسادهم وحياتهم المترفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة